مشكلة تانية ان ما عندناش حكومة عندها توجه ما تقدريش تعرفي هم موظفين يؤدوا الوظائف صباحا ومساءا بيروح الصبح ويمشي اخر النهار لكن ما قدرش افرق اوي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عن المهندس ابراهيم محلب عن المهندس شريف اسماعيل عن الجنزوء ما عندناش حكومة جات عمل التوجه السياسي نقدر نحسبه ونقول اه الحكومة دي تتميز بدا الاداء العام والتنصيق في مشكلة كل دي اوجه القصور اعداد كوادر للدولة دي ان الدولة دي بقى فيها ولادها يعني حتى الحكومة بتعلن عن نفسها ان هي معينتش كوادر بقى لها عشر او خمستاشر سنة حضرتك الحكومة المصرية دولاب العمل فيهم ناس عندهم خمسين سنة او يعني حاجة واربعين سنة في الاواخر وما فيش حاجة تحت خالص التواصل ده اوجه القصور احنا عملناه هنا واشار ليه المهندس حسام وسادة النائبة مارجريد ان عندنا اجيال موجودة من الشباب في الحكومة ان هي بتتولى ملفات سواء طرف تاني او تالت جوال حكومة لكن في النهاية بيعلم ويتعلم لان هو جيل جديد عنده نوليدش ومعرفة مش عند الجيل الاجبر والجيل الاجبر عنده خبرات كبيرة وممارسة مش عند الجيل الاصغر ففكرة التواصل مواجهة الاعلام الوزير السياسي الاداء والتنصيق بين الوزارات التعبير بجرأة عن البيانات عن التوجه ان احنا حكومة لبرالية تؤمن بالعدلة الاجتماعية ما اعتقدش حضرتك سمعتي من اي حكومة في مصر قالت هي سياسيا اشتراكية ولا لبرالية ولا مدنية ولا يمينية ولا حتى اهلوية ولا زمالكوية ما سمعناش اي توجه قدر فيعني دي 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 الاوجه اللي احنا بنحاول ان احنا نعالجها واحنا ماشيين ونستفيد من التجارب السابقة ونضيف من تجاربنا وبنأمل بنأمل انه الحكومة دي بقيادة المهندس حسام تبقى نواه لان الدولة دي تفكر في حكومة سياسية وانه فكرة احنا بندور على وزير مش لقيين تختفي على الاقل فيه في كتلة الحوار وزراء موجودين يعني ده اللي انا او يعني بزميلي طبعا كلنا فكرنا فيه واتمنى ان التجربة دي تنجح احنا اللي بنوعب بيه الرأي العام عمل وعمل ومزيد من العمل والاسرار على النجاح بقاليات تنفيذية وحقيقية وقلوب مخلصة وانا بحط تحت دي كذا خط محدش من الاخواتي وصحابي وزميلي مرغم انه بيجي ولا كلهم متطوعين بوقتهم ومجهودهم وفكرهم وخبراتهم السابقة بيحطها لنا على الترابيزة ويدها لنا هدايا في الحكومة ان هي تبقى سبيل لتطوير الاداء فكل دي حاجات الحقيقة مختلفة اتمنى ان هي تبقى سنة في الحكومات الموجودة لانها بالنسبة لنا احنا فرض موجود شكرا وبعيدا عن حضراتك وشرفتونا انا بحيي وجهة نظرك في الاهتمام بالاعلام لان الاعلام هو جزء اساسي ورئيسي في حل جميع المشكلات والتواصل مع الجماهير فاذا كان هذا هو التوجه للحكومة فانا بحييكم بحيي كتلة الحوار على الاهتمام بالاعلام شكرا لحضراتك